ما جئتكم في غير وقت عابثا قد جئتكم والوقت ليل مظلمون بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح المعود والله الناصر آمين أعزائي المشاهدين لقد عرفنا صور الوضع التعيس الذي تعانيه أمة الإسلام اليوم وعرفنا أن حضور الله سبحانه وتعالى يتجلى علينا ويشرف على كامل الصورة وينادي دائما بالرجوع إليه والحضور معه فقطع العلاقة الشخصية به هي سبب التعثر والوقوع في الحفر أفرادا وشعوبا وجماعات في الحلقة الثانية استعرضنا بعض نبوءات القرآن التي أخبرتنا مقدما بهذه الصورة رحمة وتعليما وتفهيما لكي لا يكون لأحد على الله حجة بعد الرسل ولا يحتج أحد بمناظر مؤلمة ومآس موزعة فيدين الذات الإلهية أو يعلن الإلحاد إن كان بريئا يصيبه الموت الله يمسح دمعه ويعزيه عنده سبحانه وتعالى وأما الذين يبقون أحياء بعد الكارثة فعليهم أن يركبوا السفينة التي أرسلها الله تعالى وهي تنادي في كل حين أن تعالوا إلى مسيح الله الموعود الذي استخلف الله تعالى بعده خلافة على نهج النبوة لإحياء دين محمد صلى الله عليه وسلم اليوم أيها الإخوة نستكمل عن نفس القضية ومع ضيوفنا الكرام الأستاذ المهندس فتحي عبد السلام باحث في علوم الإسلام والأستاذ عبادة بربوش رئيس تحرير مجلة الطقوة أستاذ داود أحمد عبد مدرس في الجامعة الأحمدية في لندن وعبر الهاتف معنا الأستاذ سامح مصطفى أهلا وسهلا بكم جميعا بداية أستاذ فتحي هل يمكن أن تبين لنا من القرآن أن الظلم هو أشد منكر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله عندما نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى من أوله إلى آخره فسوف نجد ربا يعرف كيف يتكلم لأنه لما خلق فقد كان يخلق وهو يعلم كيف يخلق وعندما خلق الإنسان من دم ولحم وإحساس فإنه سبحانه وتعالى أوصى بهذا الكائن المرهف الدقيق مثل شركة من الشركات الكبيرة عندما توصي الذي يشتري السيارة أو الجهاز الخاص بها أنه يعتني به لأنه كاميرا حساسة وعظيمة أو لأنها سيارة حساسة وعظيمة فتوصي بأن يعاملها بالرقي حتى يستفيد منها الأمور الراقية فعندما نقرأ في كتاب الله من أول قرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرأ لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ويصف المؤمنين المؤمنين بالكتاب هدى للمتقين أنهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يعني آمنوا بالغيب وبعد أن آمنوا بالغيب أقاموا الصلاة الله غني عن الصلاة 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 تجعلهم يعطوا مش يظلم لا دا يعطي يعني بأكفاء يتشره وكمان أنه يعطي الخير ويتكلم عن المفسدين وإذا قرأ لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم مفسدون فالله لا يحب الفساد إله جميل إله مؤمن يعني سلام يحب السلام عندما يحكي الله سبحانه وتعالى عن البر ما هو البر البر هو يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب طيب هم ما لئي البر با ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين بعد أن آمن بهم لازم فيها أنوار خدها منهم إيه فايدة ما آمن لما اتصل بالملائكة إيه ريحت الملائكة اللي خدها منهم لما اتصل بالأنبياء إيه ريحت الأنبياء وآت المال على حبه صار يعطي مما يحب صار يبذر الدنيا للآخرين صار لا يريد هذا الشيء الذي يحبه من أجل الملائكة ومن أجل الأنبياء ومن أجل الله سبحانه وتعالى ومن أجل يوم الآخر هو ده تأثير التأثير القدسي للخلفاء الصالحين على نا جنبه وللأنبياء وللملائكة ولمعرفة الله هو ده اللي يعرف دون يعمل كده فالذي لا يقصع ذلك الله والملائكة والنبيون أبرياء منه وآت المال على حبه ذوي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب دين العتق دين التحرير وفي الرقاب والرقاب المادية الأهم منها الرقاب المعنوية ولذلك بعد الرقاب قال إيه وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الذي عاهد أن يحمي محمد من الظلم وأن يحمي رسول الله من القتل في يافي بعهده ويحقق لمحمد الحرية الدينية طيب وهو يحقق الحرية الدينية يقول أنا يعني صنعت الحرب معكم يعني ساعدتكم أذنت لكم بالحرب لماذا حتى لا تظلموا حتى يتمتع محمد عليه الصلاة والسلام بالحرية الدينية ولا يفتن ولا تفتنون فلا تعتدوا يعني احذروا أن تتحولوا في أثناء عملية الدفاع إلى الظلم فيقول وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّوا الْمُعْتَدِينَ يبقى أَي يبقى أَي نص بعد كده هو مقيد بجنازير هذا النص هذا النص عبارة عن سلاسل وجنازير تقيد كل آية أخرى في القتال وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةَ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ إِنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ يقول سيدنا إبراهيم عليه السلام مدام أبنائك لا يظلمون حتى ولو كفر بس لا يظلموا الناس يفضلوا في البيت يأكلوا اللي ييجي وفيه سقايا ورفادة ولكن لا يظلموا قال وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتْعُهُ قَلِيلاً ثُمْ أَطَرُوهُ إلى عذاب النار وبئس المصير وقال له لا ينالوا عهد الظالمين فالظلمين لما يجي نتكلم نشوف ربيه وحتى تعالى بيقول إيه بيكلم بعد كده عن أن الظالمين هم أخطر وأوحش ناس فيقول إيه بيقول يَيْوَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزِقْنَاكُمْ أَعْطُوا طيب وبعدين يوم الإيامة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون أهو الظالمون حتى أن ربنا سمى الحياء النكدة والنار بالظلمات يعني كأن والظلم وظلمات حاجة غريبة جدا أن العلاقة بين الظلم وظلمات وما لن نعمل إيه؟ ننفق في سبيل الله وننفق من غير رياء وننفق بلا ظلم ومن الظلم في الإنفاق إنك تموننا عليه فبيقول الله سبحانه وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى بقى الدين الذي لا يرضى بأنك تتصدق وتعد تمن عليه وتأزيه هو ددين الإكره والدين قسوة والدين قتل الأسرة قتل أسرة إيه وهو بيقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرة إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يعطيكم خيرا يعني روح للأسرة وديهم الجواب مني خطاب مرسلات رسمية من الله للأسرة ما يمكوش للفدية اللي دفعتوها أنتم جئتم عند الكريم وأسركم والنبي الكريم بأمر الله الكريم فأنتم جئتم في بيت الكرم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم هذا الدين من جماله يجنن أو بس يجنن الإنسان الطيب بس هذا الدين من جماله يخلي الحاقد يعمل قناة ويسميها قناة الحياة تشتم فيه ليه من جماله ده احنا لسه في البقرة تعالوا وعد كده يريد بقى الصدقة والأذى شوف يا سيدي يقول ايه إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم يا سلام وقبل كده بيتكلم عن الإحسان للنساء ورعاية القوارير والاحترامهم وحبهم ومعاملتهم بأرقم عاملة ويقول بعدها أن الأمم هلكت ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم يعني تموت الأمة إذا أساءت إلى إلى النساء وإلى الأبناء وبعد كده بعد الصدقات يقول الربا لا ترابوا لا ترابوا لا تستغلوا الناس فيه دين أكبر من كده ضد الظلم وإذا أنفقت أنا اللي أرابي معك مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبعة سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء هذه الكتاب معروف من عنوانه تعالى رابي معي اتعامل معي أنا بالربا أقرضني طبعا الله لا يقرض ولكن بيفرح الشخص المنفق وقال له أقرضني هديك أضعاف 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 أنا بتعامل بالربا إيه اللي هو الربا الفضيع لأني غني وإنت محتاج إنما أنت لا ترابي طب الشخص المقترض أطول آية في القرآن عشان يضمن حق الراجل الطيب الذي أقرض يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب وجوه والآية دي علم التوثيق وعلم الحضارة وإن شاء عالم جديد غير العالم السابق هذا هو الإسلام دين عنده الظلم هو الجريمة الكبرى وخلق الإنسان للعطاء ولنشر الخير هذا هو الإسلام أزاكم الله أستاذ فتحي أستاذ عبادة إذن الويلات والخراب ينزلها الله لشيء غير الكفر بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد وضح الحكم العدل هذه النقطة سيد المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بكل دقة وجلاء وقد اختلنا لكم مقتبسا من ملفوضاته عليه السلام يقول فيه إن هؤلاء الناس المقصود المكفرين والقتلة لا يدركون أن التنصر أو عباة الأوثان وحدها لا تستدعي العذاب في الدنيا بل إن يوم القيامة مقرر لمثل هذه العذابات إذن نفهم من هنا ويواصل يقول أن العذاب يحل دائما نتيجة التجاسر والجرأة لو لم يرتكب أبو جهل وغيره تجاسرا لما نسد العقاب الاعتقاد بالباطل وحده لا يستدعي عذابا ولا نبوءة بل تأتي النبوءات نتيجة التجاسر دائما لقد سمي اليهود مغضوبا عليهم لأنهم قاموا بالوقاحة والتجاسر وحلت بهم العذابات كل ما يجر أن نقوله هنا فعلا صدقت يا خادم رسول الله لقد بيّن لنا سيدنا أحمد عليه السلام أن قلة الأدب والتجاسر والوقاحة هي سبب نزول العذاب من الله سبحانه وتعالى وعلى النقيد من ذلك لا ينزل العذاب بسبب التنصر أو عبادة الأوثان الشائع في القرآن الكريم أن الله يهلك الكافرين لتجاسرهم ووقاحتهم والخوارج أشركوا بالله في زعمهم أنهم يعاقبون على الكفر بينما الدين كله لله أي القضاء في مسألة العقيدة لله فهم ماذا فعلوا أخذوا بزمام الأمور في التفسير بالمق والشطارة وتخصصوا في الظلم والإكراه في الدين وهذا ما يحدث في أيامنا هذه فإذا كان الأمر هكذا فإنهم فعلا نسوا العبادة والصلاة وأصبح شغلهم الشاغل أن الكفر حقهم القتل أصبح لديهم مشروع كبير جدا فالدنيا مملوئة بالكفر هناك قمح كثير فهيا نحصد يعني أستاذ عبادة هل يفهم من كلامك أنك شامت بعذاب الأمة أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل دم ولكن أقول لي لا ليس المقصود هنا أننا نشمت أو نظهر أي نوع من الفرح أو الشمات ولكن نقول أننا جميعنا في الجماعة الإسلامية الأحمدية يعني وشخصينا جد متألم وعزيز علي ما يحدث لأمة محمد الحبيبة ولكن كما تعرفون مواجهة الحقيقة المؤلمة وتسمية يعني مؤلمة جدا وتسمية المرض باسمه هذا تحدث ألم كثير للمرأة لأن الناس لا يحبون معرفة الحقيقة ويريدون إلقاء المسئولية أو الفساد على غيرهم أو تصوير أن الشرك وحده هو سبب قتل الله سبحانه وتعالى للكافرين فيقومون هم بدورهم بمساعدة الله وقتل الكفار والمشركين رزاكم الله أستاذ عبادة أستاذ داود ماذا في القرآن أيضا عن الهلاك الحالي وهل يمكن أن يدمر الله أمة بكاملها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فاغذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا لن تبعد الألمة عن بكرة أبيها لأن الله تعالى قد وعد رسوله أنه لن يبيد أمته ولكن تبعد بالظالمين بأن يكون بأسهم بينهم شديد ونذير في سورة الأنعام واضح في هذا سدد ويقول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم ويلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض انذر كيف نصرف العيات لأنهم يفقهون وأيضا قال وإذ ابتلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال فأتمهن قال إن جعلك للناس إماما قال ومن ذریتي قال لا جنال واحد الظالمين فالظلم مرتوه وخيم فهي مشكلة يعني الله تعالى يعاقب فقط الظالم ولا يعني العقيدة ليس سبب الهلاك والدمار يقول سيدنا المسيح الموت اللحظة السلام في هذا صدد ويهردعو بشكل كامل يقول إن أقول يقين إن الذين يبعثون من الله عندما يكفر بهم الناس وينكرونهم بالشر والكبر ويوسلون انكارهم إلى حد الإذاء فعليه يثور غضب الله بشكل أو آخر هذا ما قال في الملفوزات وأيضا قال يجدروا بالأخذ في الحسبان أن أهل مكتة لم يكذب النبية صلى الله عليه وسلم فحض لأن الله لا يعاقب في هذه الدنيا بمجرد التكذيب الذي يكون ناتجا عن سزاجة لكن المكذب حين يخرج عن حدود الهترام والإنسانية ويعترض بوقاحت وبداءت ولا يكتفي بالإعتراضات فقط وإنما يدبر ويكيد للإذاء ويوسل مكائده إلى الانتحاء فتفور غيرت الله فيهلق الظالمين من أجل مبعوثه ومرسله كما أهل کا قومنوه وقوملوت فمثل هذا العذاب لا ينزلو إلا بسبب شرور والمظالم التي تقعو على المبوثين وجماعاتهم وإلا فإن العقابة بمجرد التكذيب لا ينزلو في هذا العالم لأن العقابة لا هي لأن العقابة يقتص به الله تعالى الذي خلق العالم الآخر للعذاب فإن العذاب الذي ينزلو في الدنيا سببه إيصال التكذيب إلى حد الإذا والسخرية والاستهزاء فإذا قيل باللطف والاحترام أنني لم أفهم الموضوع ولأجله أتردد في الإيمان فإن مثل هذا الانكار لا يجلب عذاب الله لأنه ناتج عن السزاجة وعدم العلم يقول سيدنا المسيح الموضوع صدقا أنه إذا كان اعتراض قوم نوه قد حدث بإحترام لما آقابهم الله إن جميع الأقوام تو آقاب من جرائمهم لأجل ذلك قال الله تعالى في كلامه المجيد صراحة إن الذين يأتون لإجتماع القرآن أوصلوهم إلى مأمنهم وإن كانوا من المعارضين المنكرين وذلك لأنه لا إكراه في الدين خزاكم الله أستاذ داود أستاذ فتحي نسمع عن موجة إلحاد تتسع وتنتشر محتجة بالمناظر الشنيعة من الأخبار وتفاسير المشايخ ما تعليقكم على ذلك تماما نفس الشيء الذي حدث في أوروبا ونتج عنه انتشار الإلحاد في العالم الغربي نفس الأسباب الناس يرون القساوسة يفسرون الكون تفسيرا خرافيا ويفسرون كلام الإنجيل وسفر الرؤية تفسير خرافية ويرون أعمال محاكم التفتيش الإجرامية وسقوطهم في فخ القسوة والشهوانية وجمع المال والتسلط القسوة والشهوانية وجمع المال والتسلط بالإضافة إلى الغباء في التفسير أو إلى أخطاء وخرافات التفسير فعندما يتجمع كل هذا يجدوا الشباب في أوروبا أن أوروبا صارت بحر ما دماء بسبب إما حروب البابا وتحكم البابا في العالم أيامها وإما بسبب ما يحدث في أوروبا نفسها من مناظر رهيبة الذي حدث الآن الآن يحدث والكاميرات ترصد ترصد كل شيء لكن زمان لم يكن هناك كاميرات لو كان هناك كاميرات ونقلت الصور التي حدثت في هذا العالم الغربي لنا الآن لعرفنا لماذا ألحد الناس في أوروبا اضرب اضرب المناظر التي نراها الآن في العالم الإسلامي والعربي اضربها في عشرة عشر أمثال هذه القذارة وهذا الإجرام وهذا البؤس ومناظر الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى والتشريد والهجرة الجماعية هجرة الشعوب بكامله عندما نعرف هذا التاريخ نعرف أنها هي أمور مكررة ليست أول مرة المشايخ صنعوا مثل قساوسة وجرجروا الأمم إلى الدماء وسلوكياتهم منحطة وكمان تفاسيرهم خرافية وكله بيجيب بعضه يعني تفسير الخرافي بيؤدي إلى تناقضات وإلى تحكمات وتعصبات وإلى وقوع قتل ومن التفسير تفسير القتل يعني ليس في الأديان عمة والأنبياء لم يأتوا بالإكراه في الدين هم فسروا الكتاب المقدس بالإكراه في الدين فوقعت الحروب والدماء إذن التفسير الخرافي له علاقة بسفك الدماء وعندما يحرقون العلماء والفلاسفة بسبب أن العلماء يقولون الأرض تدور أو الكون له نظام مختلف عن نظام الكنسي فيحرقون الناس فالناس تثور عليهم ويحطمون الكنائس ويحطمون الأديارة ويحطمون المؤسسات الكنسية وتقع وتشتعل البلاد إذن هو نفس الموضوع هذه سنة وهذا قانون عندما يأتي مثلا نحن نحكي عن القرآن الكريم وعن جماله والجاذبية سيدة محمد معتبه على الحب والجاذبية الصحابة معتبين على الحب والجاذبية مطرح من روح المسلمين في مصر الجاذبية خلت المصريين يخشوا في الإسلام الجنون حبا المسيح المعودة بقول له له صحبة كانوا مجانين حبه وجعلوا ثرى قدميه للعين إثمد وهكذا صنع الفرس وموالي الفرس عندما رأوا المسلمين يعدلون بين الناس في العراق وإيران فاعتنقوا الإسلام واشتغلوا تلاميذ الصحابة وصاروا محدثين وعلماء لغة وصاروا منظرين لعلم الحديث وصاروا بعد كده علماء في كل المجالات من الحب إذن لما داعش والجماعات الدينية تصنع ما تصنع الآن في ليبيا وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن فيأتي الناس لكي يكفر لكي يلحد يقولون لهم لماذا تصعون ذلك فماذا يقول المشايخ والعمم تقول العمم ماذا نصنع هكذا قال الله ماذا قال الله الله قال لا إكراره في الدين وقال الله سبحانه وتعالى ولا تعتدوا وقاتلوا الذين يقاتلونكم فيقولون لهم ولكن الله قال ما ننسخ ولكن الله قال اقتلوهم حيث ثقفتموهم فيقول الناس فلماذا لا تفهمون هذا في ضوء هذا فيقولون المفسرون قالوا لنا إنها نسختها وماذا نصنع لكم حتى يكون العلماء مش علماء هيبأ احنا الشباب الغلاب اغلبية داعش دي جاي من اوروبا ناس جهلة واخدين الموضوع كده كما قال علماء العرب مشيين وراء تفسير علماء العرب لأن في نظرهم علماء العرب حاجة ضخمة جدا فماذا يحدث يقول لك والله عندما يكون العلماء غير علماء تعال كلمنا وعندما يكون الله ليس الله تعال كلمنا هكذا قال الله وهكذا قال العلماء فيقول لهم طيب المناظر فضيعة فيقول له بلساني حالي ابو بكر البغداد اعملكو ايه ربكو قال كده ربكو بيقول كده اعملكو ايه خلاص بايزي كان غلط يبقى مش عندي انا بطبق الكتاب كله مش بنفاق بقرأ صفحة واسيب صفحة انا بطبق الكتاب كله بامسك الكتاب ابن عبدالوهاب من الجلدة للجلدة تلميس مخلص انا مذاكر واخد طلع الاول في الكتب ابن عبدالوهاب يعني انا مجرم عشان طلعت الاول فيعني يوم الولد ما يطلع الاول على الكتب والتفسير دي بيكون يوم اسود يا ليتهو خد صفر فهنا هو ده سبب الالحاد الذي يجري الان فاذا الموضوع كله متشابك المناظر الفضيعة بسبب المشايخ والمشايخ لا يستطيعون تفسير القرآن ولا تفسير الاسلام الا بطريقة دموية ورثوها حتى اخي بيقول لي ابن عبدالوهاب مسكين بتقوله مسكين فعلا قال ابن عبدالوهاب طالب زاكر كتب المشايخ ونجح اما البيئة المحيطة به فلم تزاكر اصلا اما هو فذاكر ماذا ذاكر ذاكر الموجود وماذا حافظ الكتب ورتبها ونظمها وطلع بالدموية دي لا يعصم دم الإنسان إلا بالتوحيد بالطريقة دي والطريقة دي والطريقة دي بتاعت ابن تيمين يبقى هو ضحية العلماء فعلا هو ضحية التفسير وضحية العلماء وما هو إلا واحد ذاكر وطلع فالح في المذاكرة جايين دلوقتي تعقبوه لما يجي المسيح الموعود يصلح كل حاجة يقوم المشايخ يقولوا أنت مش مسلمين فالملحد يقول لي إيه وابينقشني أنت إيه أقوله أنا الجماعة الإسلام الأحمدي يقول لنا سألت عليك فقالوا أنك لست مسلما وأجمعوا الأظهر نفسه قرع عليك منتش مسلم فأنت كرامك جميل جدا بس ما تقولش إنه الإسلام وبالتالي أننا الشاب يقول أنه ألحد بسبب أن المشايخ يحرمون الناس من الحرية الدينية بسم الله فالشيخ يقول له أنت كافر هذا بلاغ إلى النائب العام يعني بيبلغ فيه قدام الناس فيقول الملحد للشيخ انظر من أجل هذا الذي تصنعه لقد ألحد هكذا جزاكم الله أستاذ فتحي أستاذ سامح السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل لك أن يعني تضيف علينا ما هي يعني الحاد الذي يحتج على الفظائع ما تعقبكم على ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهناك جريمة ترتكب ذات اتجاه المزدوج أو فلنقل جريمتان تبدو إحداهما رد فعل للأخرى الجريمة الأولى ارتكاب فعل الظلم في حد ذاته من قبل من منع معانه ولا يتوقع منهم ذلك الظلم أي من نزلت عليهم الشريعة والجريمة الثانية هي إلصاق تلك الأفعال الظالمة من سبي واغتصاب وإجرام وقتل المرتد إلى آخره لصقط تلك الأفعال بالله تعالى واتخاذ تلك الأفعال مبررا للإلحاد فلو تأملنا كلا الجريمتين وكلا المجرمين فسيبدو لنا وكأن الملحد تلميذ ممتاز للمتدين العاصي ومصدق له بداية الظلم لا يدعى ظلما إلا إذا خالف الفعل عفوا قانونا منظما وأقسى أنواع وصور الظلم هو ما يرتكب باسم القانون المنظم نفسه ويدعم ارتكبه أنه خرج من تحت عبائة الشريعة والقانون وهنا تتفجر المشكلة يأتي شخص انتهازي يعني ينتهي فرصة لتخليص نفسه من ربقة الشريعة المنظمة فيتهمها بأنها سبب الظلم يعني هتبقى الشريعة مظلوم ظلم الحسن والحسين هتلاقيها من أتبعها العصاة ولا من الملحد المتحين للفرصة للتعدي عليها العجيب أن الله تعالى وهو الحكيم الخبير أعد للفريقين الظالمين العدة فقال تعالى ظهر الفساد بالبر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون المولى العزيز سبحانه وتعالى يؤكد لنا أن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أيستقيم عقلا القول بأنه أتاح حرية الإيمان أو الكفر ثم وضع حدا للردة من جانب آخر هذا الوصف للإله العظيم إذا وصف به شخص عادي لكان مدعاة للنفور منه وذمه أفيرضى شيوخ آخر زمن لله تعالى ما لا يرضونه لأنفسهم إن لله وإن إله راجعون وما حصل بالضبط ما حصل هو أن الله تعالى أتاح حرية الإيمان أو الكفر فمن راضي لنفسه الكفر فليهنأ به لدرجة لدرجة أن الله تعالى كثيرا ما يعفو عن الكفر والمشرك في الدنيا لمجرد تغير حالته القلبية وارتداعها عن الفعل الظالم الواقع المعاش يؤكد هذه النظرة الشعوب الأكثر رقيا في عالمنا المعاصر الشعوب الأكثر رقيا ماديا هي حاليا شعوب ملحيدة كافرة بوجه عام بوجود الله تعالى ولكنها نبذت الفعل الظالم فيما بينها إلى حد بعيد وتبيانا لهذا الموضوع المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قدم لنا نموذجا مشهودا في جماعة المؤمنين الأخيرة ليوضح لنا فكرة أن عذاب الله تعالى لا ينزل لمجرد الكفر أو التنصر أو الارتداد بشكل عام وإنما ينزل بعد التجاسر وصدور الفعل الظالم بناء على عقيدة ظلامية فلنرى مثلا ماذا قال حضرة المسيح الموعود في كتابه عاقبة أتهم حين تحدث عن أهلاك المتنصر عبدالله أتهم والذي أسندت إليه مهمة النيل من عرض الرسول الخاتم وشرف الإسلام ماذا قال حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن قال في صفحة رقم اثنين من كتاب عقبة أتهم كان من الضروري أن يتأجل العذاب الكامل أن يتأجل العذاب الكامل أي الموت حتى يخلق هو نفسه أي أتهم بيده أسباب الهلاك نتيجة تجاسره وتجرؤه وفي نفس الصفحة يقول حضرته عن تأخر نزول العذاب قليلا على أتهم قال لا يغيبن عن البال أنه قد وضع في السيد عبد الله أتهم حجر الأساس للعذاب الكامل أي الموت وسيتحقق موته ببعض الدوافع عن قريب فإن الله تعالى يراعي في جميع أفعاله الاعتدال والرحمة فلا يتسرع كإنسان حاقد عبثا هذا باختصار ما قاله المسيح معود عليه الصلاة والسلام بشأن تأخر العذاب أو تأجل العذاب على الظالمين أو على الكافرين لأن عذاب الله تعالى لا ينزل لمجرد الكفر وإنما ينزل بناء على الظلم المترتب على هذا الكفر شكرا والسلام رزاكم الله أستاذ سامح أستاذ عبادة دائما نسمع عبارة وما ذنب الأطفال شكرا لخمار في الظاهر هذا سؤال جريء وهادف ولكنه يحوي دسائس كثيرة تمهد المخ للإلحاد كما رفض للأخوة والقراء الكريم يقول ما تخفي شدورهم أكبر يبدو أن الغرض الأساس هو التشكيك في عدل الله عز وجل وإذفاء طابع الظلم عليه إن الروح الإنسانية خالدة وهذا هو مفتاح الجواب ومفتاح الطمأنينة الطفل الذي يموت ينتقل مباشرة إلى الحياة الأبدية ويعطيه الله سبحانه وتعالى جسم آخر جديدا ويسكن في مكان يتم فيه نموه وبالتالي يكون مصيره إلى السعادة الأبدية إذن ففي هذه الحالة إذا ركزنا على النتيجة الأخيرة فلا نرى أي مجال للاعتراض أساسا وحكمة المعاناة هي أنها فرن تسوية لتكميل الوعي الإنساني وبالورة الشخصية الإنسانية وأيضا وأن يسعى الإنسان ويكتسب شيئا من نتاج عمله كي يكتسب نجاته وسعادته الأبدية فبدون تحمل الشدائد والمصائب لا يسعه أن ينعم بالراحة والسعادة ولقد لخص القرآن الكريم هذا المبدأ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجع حزاكم الله أستاذ داود هل هناك عزاء رباني الأطفال الضحايا يمسحوا دموعهم نعم إن معاناة الأطفال لا تذهب عند الله هدرا بلا ثمن بل إن لها تعويضا عظيما وعزاء مجزيا الشدائد نوعان أولها المجاهدات التي يقوم بها الانسان بنفسه ويحارب بنفسه وبذالك يمر بمسائب كثيرة ونوع الثاني هو أن القضاء والقدر بنفسه جنزل عليه بعد المسائب ويطهره بواسطتها فهذا هو حال الأطفال ونفوس الانبیاء القدسية والمسائب وشدائد التي تحل بههم ما أكونهم عبرية تأتي لإكمالهم و لإظهار اخلاقهم وصدقهم وإخلاصهم فالله يمسح دموعهم ويبدلهم بجسم نوراني ويرحمهم في البرزخ تقول سيدنا عائشة رضي الله تعالی عنها أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما يسيب المسلمون من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوقت يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه جزاكم الله أستاذ داود أستاذ فتحي كيف ترى أن البعض يرتكب الجرائم والجبيع يشقا بها الأباء يأكلون الحصرم والأبناء يدرسون هو هناك قانون في الكون أن أن الإنسان إذا سعى وصنع لأبنائه ميراثا وصنع لهم بيئة للحياة أفضل فإن أبنائه ينعمون بهذا الذي تعب فيه الأباء هذه النظام الكون يعني هل معقول أن الله سبحانه وتعالى يصنع غير هذا يعني العصفور يصنع لبيضه عشا فينتفع منه البيض والكتكي إذن هذا هذا قانون يعني كل كائن حي بيصنع بيئة صالحة لذريته ولقومه أيضا كما يصنع الرئيس أو الرئيس القبيلة أو الرئيس الدولة بيصنع بيئة صالحة ينتفع بها كل من يلوذ به وبالتالي بنفس الطريقة أيضا كما أنهم ينتفعون من الأعمال الصالحة لذويهم فإنهم يشقون ويذوقون الشقاء بسبب جرائم ذويهم أيضا فعندما الشخص مثلا يهاجر من بلد إلى بلد ويأخذ أبنائه فلو ذهب إلى بلد مجدبة أو فيها صحراء فأبنائه يلعبون في الرمال قد كانوا من قبل يلعبون في الحلائق الغناء ولكن سفر إلى بلد هي كلها صحراء فصار أبنائه يلعبون بالرمال هذا هو القانون أين يذهب أبنائه لا مذهب لهم عن أبيهم لابد أن يكونوا مع أهلهم فإذن يعني هذا قانون كوني وبالتالي إذا نزلت على بيوت الناس قنابل بسبب حسابات بينهم وبين الله فإن الأبناء أيضا والأبرياء والنساء حتى الحيوانات في المكان تدفع ثمن المفسدون المفسدون يفسدون والذي يحدث أن غير المفسدين أو البيئة المحيطة كلها تدار الله سبحانه وتعالى يقول ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار يعني ذهبوا إلى ذويهم بدهية في دهية أطفال قوم نوح غرقوا لما غرق أباؤهم الله سبحانه وتعالى يقول أيضا محذرا من هذا الأمر في سورة من الأول من الأول بيقول هذا الكتاب في جميع المضادات الحيوية في مضادات الحيوية استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة الله يقول عن هذا الأمر واتقوا فتنة لا تصيب أن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب المشايخ يكفرون والأباء يقلدون والأبناء يلحدون ويذهبون إلى داعش هذا هو الذي يحدث المشايخ يفسدون والسلطات تنافقهم أحيانا وتستغلهم للسيطرة على الجماهير والأباء مشغولون في أكل العيش وفي الجار وراء الدنيا فلا وقت عندهم لله ولا لكتابه ولا للقراءة ولا يا رب إنه ليس عندي وقت فأعطني وقتا أفهم كتابك يا رب أعطني طريقة أفهم بها القرآن بعيدا عن هؤلاء المشايخ مدام الله موجود مستعد يعمل كل شيء الناس يقولون نعم نحن نعرف أن الله موجود ونعرف أن الله حي ونعرف أنه يجيب الدعاء دينهم ميت قولهم ميت تفكيرهم ميت كل عبارة عن جثة همدة كلامهم جثة همدة وبالتالي فما الذي يحدث الأباء يقلدون المشايخ ويقولون نعلقها في رقبة الشيخ أيها صح علقها الشيخ سيأخذ ذنبك ولكن أنت أيضا ستأخذ ذنبا وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون عما كانوا يكذبون على الله إبعيزا دلوقتي القانون الإلهي اتقوا هذا النوع من الفتنة اتقوه لأن الذي يحدث الآن ما نحن فيه الآن في الأمة الإسلامية هو تطبيق لهذه الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إزاكم الله أستاذ فتحي ساذ عبادة لا شك أن الله كان حاضرا في كل تطورات هذا الخراب ما تعقبكم على ذلك؟ بطبيعة الحال كان الله حاضرا عندما تنبأ وحضره وكان حاضرا عندما عصى الناس وخالفه وكان هو الرقيب فأحصى عليهم كل شيء وكان هو بنفسه الذي قام بتعظيمهم بتعظيمهم عفوا وبالتالي فالذي يحدث هو مظهر لحياة الله وقيوميته لم يذكر لنا القرآن الكريم الأقوام السابقة التي عتت عن أمر الله وكيف حل بها العذاب ليضيف معلومات إلى زادنا المعرفي أو ليضخم حجم كتابه الكامل بل الهدف هو أن لا نتبع عثارهم لأن الله رقيب على الأمم وهو الذي راقبهم وعذبهم وهو لا زال حيا قيوما فيمكن أن يصب علينا العذاب نحن الآخرين أيضا فيجب الطاعة والأدب وتوفير الشقاة ولنفسح المجال للتاريخ أن يعيد نفسه فينا وعلينا بطبيعة الحال الإنسان يكتسب جزاءه مثل ما يكتسب لقمة العيش وكما تعرفون الوقاية خير من العلاج واتق الله يعصمك الله إذن هنا نستخلص إلى أن الكارثة تحدث وتتذخم لدى الذين لم يتعذوا بغيرهم بل حذو حذو النعل بالنعل وحاق بهم نفس العذاب إنهم لا يحتلمون حضور الله ولا يؤمنون برؤيته لهم ولا يبالون برقابته ولا بوعيده وكأنهم في شك من كل ما هم عليه يزاكم الله أستاذ عبادة أستاذ سامح السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرة أخرى أستاذ سامح هل لكم أن تحدثون عن البشارات بداية اسمح لي اسمح لي أستاذ أستاذ عمار نعم أن أتحدث عن موضوع شمولية العذاب لأنه موضوع كثيرا ما يثيره الملحدون بهذا الشأن نعم تفضل شمولية العذاب على الرغم من خصوص الزمد كيف نفهم موضوع أن البعض يرتكبون الجرائم بينما يشقى بتبعاتها الجميع دعونا أولا نؤصل لفكرة مفادها أن الإنسانية كلها عند الله تعالى كإنسان كامل واحد والإنسان الكامل عند الله تعالى كعالم بأسره وفي تسبيحة رائعة يسبح المسيخ الموعود عليه الصلاة والسلام ربه عز وجل فيقول فسبحان من خلق الخلائق كلها وجعل كشيء واحد متبددا إذن الأمة كلها عند الله كفرد واحد وما الناس على اختلاف درجاتهم إلا أعضاء في جسد واحد أوليس المؤمنون كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة أولا تتبع أعضاء الجسد بعضها بعضا باختلاف الدرجات طبعا وإلى هذه الحقيقة الروحانية أيضا يشير المسيخ الموعود في تحفته العربية المعنوانة بحمامة البشرى أقتبس من كلام حضراته في الصفحة الأولى سطرين مخافة الإطالة يقول حضرته والأصل في هذا الباب أن بني آدم كشخص واحد بعضهم كالرأس والقلب والكبد والمعدة والكلية وأعضاء التنفس وهم سروات نوع الإنسان وبعضهم كأعضاء أخرى وهذه الحقيقة الروحانية كانت وما زالت مدار بحث الكثير من الفلاسفة حتى عصرنا هذا وفي كتابه عليه الصلاة والسلام المعنوان بحقيقة الوحي في الصفحة 146 يتحدث حضرته عن شمولية العذاب فيقول فزبدة الكلام أن من سنة الله الجارية نزول أنواع الآفات من السماء كلما أتى أحد من الله وكذب ومعظم الذين يبطش بهم فيها لا تكون لهم أي علاقة بذلك التكذيب ثم يبطش بأئمة الكفر رويدا رويدا وفي نهاية الأمر يأتي دور كبار الأشرار وإلى هذا الأمر يشير الله تعالى في الآية أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها إلى هنا انتهى المقتبس من كلام حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إذن فحكمة المولى عز وجل قضت أن يؤتى على بنيان الظلم من القواعد ومعلوم أن أي مجتمع هو بناء ككل بناء له قاعدة وقمة ويتفاوت توزع الناس في المجتمع بين القاعدة والقمة بحسب تفاوت في المراتب علماء الاجتماع جميعا حددوا تعريفا للمجتمع ذكروا فيه أن أي مجتمع إنساني هو مجموعة من الأفراد تربط بينهم مصلحة ما ولولا وجود تلك المصالح لن فصمت كل العرى الرابطة في ذلك المجتمع ولحدث له تفسخ حتى يبيد ويفنى تلقائيا لأجل هذا قضت سنة الله تعالى لإنقاذ الأبرياء أحد أمرين إما الهجرة أو التميز وهذان أمران ملحوظان بوضوح في سير جميع الأنبياء وجماعاتهم المؤمنة حتى إننا نجد لهذا المشهد تطبيقا جديدا موثقا في سيرة حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وجماعته حين تفش الطاعون في البنجاب خلال القرن التاسع عشر حينها تلقى حضرته عليه الصلاة والسلام وحيا مبشرا ومنذرا يقول إني أحافظ كل من في الدار بمعنى أن عذاب الطاعون سيطال الجميع إلا من يميز نفسه بأن يكون من دارك أي من جماعتك وأشكركم على هذه الفرصة مجددا والسلام عليكم جزاكم الله أستاذ سامح أستاذ داود عندما أطلع الله سبحانه وتعالى نبيه على غيب ومستقبل هذه الأمة كان ذلك من الرحمة والعطف ما تعليقكم على ذلك طبا خوف الله المسلمين ليخافوا وعلم الله النبي صلى الله عليه وسلم أن قانون الوعيد خاص جدا وهو أن الله ينزل الناس ليخافوا ويتنبأوا بالهلاك لا ليهلكهم بل ليتضرروا فلا تحدث النبوة الوعيد ينزلوا حتى يخافوا منه الناس ويصبحوا سؤداء ويبتعدوا من عذاب الله تعالى كما حدث ما من نظر القرآن عرف النبي صلى الله عليه وسلم ما سيكونوا في المستقبل وأنبأه الله بكل شيء فمن فرط رحمته فسر آيات الحديد علم جأن لذين آمنوا أن تأخشا قلوبهم لذكر الله وما لازل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطالا عليهم العمد فقصد قلوبهم وكثير منهم فاسقون علموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لا لكم تاقلون ففسر هذه الآيات النبی صلى الله عليه وسلم وقال لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ طُبٍ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا جَا رَسُولُ اللَّهِ الْجَهُودَ وَالْنَسَارَةِ قَالَ فَمَنْ وَأَيْدًا هُنَاكَ حَدِيثٌ آخر يَقُولُوا صَحَابَا عَلَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَىٰهِ سَلَمَا سُورَةَ الْفَاتِحَةَ وَأَمَرَنَا بِأَن نَقْرَعَا فِي كُلِّ رَكَرْتٍ فِي صَلَاتٍ وَهَذِهِ سُورَةَ تُعَلِمُنَا عَنَعْدُوْا اللَّهَ نَكُونَا الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ وَالَضَّالِينَ فَمَنْ هَا أُولَائِ قَالَ يَقُولُوا صَحِعِنَا أَبُو ذَرْ رَضِي اللَّهُ وَتَعَلَانَهُ قَالَ سَأَلْتُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ سَلَمَا عَنِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ قَالَ الْيَهُودُ قُلْتُوا عَضَّالِينَ قَالَ النَّصَارَ فَالْيَهُودُ هُمْ غَرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالْنَصَارَ هَا أُولَا عَضَّالِينَ فَمَنَعَنَا رَسُولُ صَلَى اللَّهِ سَلَمَا ان نتشبه به هاولَا الْاقْوَام وهو كان يدرك أننا سنتبعهم لأنه قد حذرنا لأجل ذلك كان من أمات محمد صلى الله عليه وسلم يمغي إن يكون هناك من يتبع هذه الأقوام فلذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم لا نتبعهم بزاكم الله أستاذ داود أعزائي مشاهدين أيها الكرام أتينا إلى ختام حلقة اليوم وقد تكلمنا عن أن القرآن لم يقصر وأخبر عن كل شيء وقلنا أن الفهم الذي يروجه المشايخ لنظام الكون وأفعال الله وأقواله يسبب طرد الناس خارج الدين ويحتج بهم الملحدون ورددنا بالفهم الحق ونوهنا بأن الله سبحانه وتعالى حكم بخلود الروح لكي يجزي الصالح ويربي الفاسدة ويؤدبه وفي الحلقة القادمة سنستعرض نبوآت القرآن الكريم الجميلة المبشرة بالخير والبركات وبأبواب أمل مفتوح وفرصة ثانية للإنسانية فكونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما جئتكم في غير وقت قد جئتكم والوقت ليل مظلمون وسلم شكرا لكم اشتركوا في القناة